يسعد مساءكم متابعين الأكارم متابعي قناة اللاعبين السوريين المحترفين وينما كنتوا عم تشوفونا وكل عام وأنتم بخير بمناسبة اقتراب عيد الفطر السعيد إن شاء الله يا رب تكونوا بخير أنتوا وعائلاتكم بيكون هذا العيد بإذن الله خير وسلام ومحبة على وطننا وبلدنا الغالي سوريا خلال الأيام القليلة الماضية جمهور السوري كان الشغل الشغل لقلو قضية محمود داهود انسحابه من معسكر سوريا قبل ساعات من مباراة ميانمار الحاسمة ضمن تصفيات كأس العالم كثير من الشائعات كثير من الأقاويل اللي ظهرت على لسان محمود داهود فيما يخص سبب مغادرته للمعسكر وكثير من الأصدقاء سألوني عن حقيقة ما يجري كونهم بيعرفوا أنه فيه علاقة جيدة ما بين وما بين عائلة محمود إضافة لعملي رسمي مع اتحاد كرة القدم فيما يخص ملف اللاعبين السوريين المغتربين صراحة أنا كنت أفضل خلال الفترة الماضية أني التزم الصمد فيما يخص هذا الأمر لأنه أي كلمة كانت عم تطلع بس عم تأجج الخلاف أكتر عم تصب الزيت على النار ما عم تكون بمصلحة منتخب سوريا لهيك بالنسبة لي كان الأفضل أني راقب بصمد حاول ساهم ولو بجزء بسيط في أنه الأمور تصير بشكل أفضل لكن اليوم وبعد ما طلع البيان الأخير من محمود داهود حبيت إطلاعه وإحكي وفنت بعض الأكاذيب اللي انتشرت سواء كان عن محمود داهود أو عن البيان الأخير اللي صدر وإن شاء الله راح أعطيكم معلومات تستفيدوا مننا بإذن الله وتكون واضحة للجميع لكن بالبداية ومثل ما تعودنا أكيد بتمنى تدعمونا من خلال اشتراك في القناة تفعيل زر الجرس شير اللايك الكومنت وأكيد الملاحظات اللي بتساعدنا لنطور المحتوى اللي عم قدمه إذن محمود داهود اسم أثار كثير من الجدل خلال الفترة الماضية طبيعي اسم بقيمة وجودة محمود داهود لعب عالمي بنادي كبير مثل شتودغارت الألماني يصير فيه عليه كل هذا الضوء وكل هذا الجدل خاصة بعد مغادرته على معسكر منتخب سوريا قبل مباراة تميان أمار إذا بنا نحكي عن المشكلة اللي صارت أو عن هالخلاف أو عن أسباب الخلاف فنحنا بنكون بس عما نحفر بالماضي عما نأجج المشاكل أكتر فيه نقول ببساطة أنه بكرة القدم وارد يصير فيه اختلاف بوجهات النظر وارد يصير فيه يعني التوتر يصير فيه خلاف خاصة أنه بعد التعادل أمام ميان أمار وقبل مباراة ميان أمار أكيد ما كان الجو ميثالي مية بالمية داخل بعثة المنتخب بسبب الخسارة أو بسبب التعادل الذي كان بمثاب الخسارة أمام ميان أمار ممكن كان فيه جو متوتر بنفس الوقت محمود أيضا لاعب جاي من بيئة مختلفة تماما صار فيه بعض الاختلافات بعض الأمور حصلت بالنهاية أن النتيجة كانت محمود داهود قادر بعثة المنتخب لكن اللي بهمنا هو المستقبل بهمنا هو الفترة الجاية محمود داهود مثل ما شفنا أصدر بيان رسمي وجه فيه اعتذار للجمهور السوري بدي أحكي عن هالبيان بالتفصيل بداية محمود داهود بهذا البيان وهذا الكلام طبعا أنا جايبه من عائلة اللاعب مباشرة محمود داهود بهمه أنه يعتذر للجمهور السوري لأنه شاف أنه جمهور السوري زعل أنه ما شاف محمود داهود مع منتخب سوريا وأن الجمهور السوري كان ناطره كثير ودعمه كثير قبل ما يجي على المنتخب لهيك هو كان بده الجمهور يوجه له رسالة اعتذار أيضا لزملاء اللاعبين لأنه أيضا ما كان موجود معهم بمباراة مياه نمار حب أيضا وجهه له رسالة محمود داهود اتعمد أكيد يظهر احترامه للجهاز الفني لمنتخب سوريا ويأكد أنه ما في أي خلاف مع المدير الفني لمنتخب سوريا هيكتر كوبر وأكده وأنا هون ناقل عنه بالحرف الرجل الجملة اللي حكاها فيما يخص هيكتر كوبر في بيانه كان المقصود فيه أنه هو بيحترم كل المدربين يلي هو يتعامل معهم كل المدرب يشتغل معه بيحترمه كان بيستمع لتعليماته وبينفذها ونفس الشيء مع المدير الفني لمنتخب سوريا هيكتر كوبر بالتالي هو ما في أي خلافة هنا بين المدرب ما اشتكى من أسلوب المدرب أو من تدريباته كانت العلاقة بيناتهم عادية ما في مشاكل وأساسا ما لحق يعني لسه هو يمكن حصة تدريبية واحدة اللي خاضها مع هيكتر كوبر بالتالي ما كان لسه في مجال حتى والله محمود داهود يصير عنده فكرة عامة عن اسلوب هيكتر كوبر وتدريباته إذا كانت تدريبات جيدة أو لا وهو كلاعب أكيد لاعب محترف ما بيحط حاله بمكان أنه هو يقيم مدرب أيضا شفت كتير حكي وكتير أخبار بتقول أنه محمود داهود طلب من وكيل أعماله عدم التدخل بموضوع منتخب سوريا هذا الخبر غير صحيح موضوع عودة محمود داهود لمنتخب سوريا أساسا لسه بأعتقد محتاج وقت محتاج أكيد مفاوضات وكلام ما بين اتحاط فضل القدم واللاعب لا يشوفوا إذا بيوصلوا لصيغة مشتركة بتخدم المنتخب الوطني أكيد لأنه مصلحة المنتخب الوطني فوق كل شيء لكن لسه ما في شيء لسه ما صار فيه شيء جدي بهالأمور هاي لسه فيه شهرين تقريبا لمباراة كوريا الشمالية ولمباراة اليابان بالتالي هاي الأمور لسه فيه وقت لإله وبأعتقد موضوع محمود داهود محتاج لشوي وقت أكتر لحتى الأمور تصف أكتر لحتى يكون فيه اتفاق كامل على كل شيء ممكن يكون بصالح منتخبنا الوطني لكن لأكيد لحد هاي اللحظة البيان كان فقط أنه نحن بدنا نطوي الصفحة يلي مضت خلال الفترة الماضية ننتهي من هالخلافة الي صار يكون فيه رسالة اعتدار للجمهور السوري ولاحقا بينحكا بموضوع العودة للمنتخب وهي التفاصيل ما صار فيه أنه طلب محمود بن وكيله أنه انتها تدخل لموضوع منتخب سوريا ما صار فيه هذا النقاش أساساً أو ما تطورت الأمور لهذه المرحلة غير صحيح أنه محمود داهود غادر معسكر منتخب سوريا لأنه هو ضد المدرب معبد المدرب أو لأنه هو معاجبة مستوى اللاعبين صار فيه بعض الاختلافات ممكن بعض الخلافات بوجهات النطب اطورت الأمور للأسف للشيء اللي شفناه أكيد محمود بحب منتخب سوريا وأكيد عائلته بحبه منتخب سوريا وإلا ما كان يجي بالأساس ليمثل المنتخب صارت المشكلة وصار الخلاف لكن المهم هلأ الحل المهم هلأ مصلحة منتخب سوريا ومصلحة منتخب سوريا في أنه ما ننظل نحكي عن الشيء السلبي اللي صار نحاول نحن كلنا نشجع كل الأطراف أنه يلاقوا حل لمصلحة منتخب سوريا لأنه بالأخير أكيد محمود لاعب مهم ولاعب قادر يقدم الإضافة لمنتخب سوريا ولأي فريق ولأي نادي بيلعب معه بشرط تكون الأمور كلها بالشكل الصحيح وبالشكل اللي يبيخدهم مصلحة منتخب سوريا بكل الأحوار رح نشوف الفترة القادمة كيف رح تمشي الأمور بحل الاتجاه أنا شايف إن شاء الله الأمور رح تكون إيجابية وإن شاء الله نشوف محمود داهود مع منتخب سوريا بننطر لنشوف شو بيصير التطورات لكن في بعض الحقائق أنا كنت حاب وضحها لأنه مثل ما حكيت فيه كتير أكاديب انتشرت كل شخص له مصلحة شخصية معينة صار يختلق قصص عن محمود داهود وسبب مغادرته لمعسكر منتخب سوريا بما يخدم هاي المصلحة الشخصية لكن إحنا اليوم كنت واضح معكم وبإذن الله كل الكلمة حكيتها هي كلمة دقيقة تماما محمود ما اشتكى من المدرب محمود أكيد ما كان فيه إنه هو معاجب مستوى اللاعبين أكيد إنه محمود ما طلب من وكيل أعماله هلأ إنه هو ما له علاقة منتخب سوريا لسه ما نفتح هذا النقاش لكن إن شاء الله اتحاد كرة القدم وبالطريقة اللي عم يشتغل عليها بملف اللاعبين المغتربين خلال الفترة الماضية يكون قادر بالتنسيق مع محمود يوصلوا لصيغة معينة بتاخده منتخب سوريا بإذن الله بتمنى أكيد تعطوني رعيكم بالتعليقات هل أنتوا مع عودة محمود داهود لمنتخب سوريا أمضل عودته شو رأيكم بالبيان يلي صدر عن محمود داهود وهل أنتوا كجمهور سوري بتقبلوا الاعتذار يلي صدر عن محمود داهود رح نكون أكيد بفيديوات قادمة نحكي أكتر بكتير تفاصيل بتخص منتخب سوريا وإلى ذلك الوقت بتمنى لكم كل خير وكل عام أنتوا بخير بمناسبة اقتراب بعيد الفطر السعيد ونلتقي قريبا بإذن الله